لدينا خطة زراعية قيد الإنجاز تغطي الفترة الممتدة من الآن إلى عام 2025 نطمح إلى أن يعلن عن هذه الخطة خلال أيام بإذن الله وتستهدف هذه الخطة إلى تمكين القطاع الزراعي ارتفعت نسبة وموازنة قطاع الزراعة ووزارة الزراعة في الموازنة العامة إلى حوالي 30 مليون لتتمكن من أن تنجز الكثير من أوجه هذه الخطط خلال العام 2022 بشكل يرفع من مساهمة قطاع الزراع في الناتج المحلي الإجمالي وبشكل يفضي إلى تحسينات في عملية الإنتاج في القطاع الزراعي ويتضمن أيضا تدريج وتغليف أفضل ليوفر موافع تصديرية لزراعاتنا تستطيع أن تنافس وأيضا للتأسيس لزراعات تعاقدية مطلوبة في أسواق مجاورة والاستخدام الأمثل للمياه التي تشكل